اهلا بكم مشاهدينا من جديد هانو بتشهد الكرة الارضية اليوم والجمعة 27 من مايو 2022 تخليق كوايكب ضخمة كوايكب ضخم يسمى GA19897335 ده اسم الكوايكب الضخم اللي هيمر اليوم والحيان هو ملفت للانتباه بسبب حجمه والذي يبلغ 1.8 كيلو متر لكنه ليس فيه مصار استضام بكوكبنا كشفت الجمعية الفلكية بجد في تقرير لها ان الكوايكب سيمر بسرعة 75961 كيلو متر بالساعة هذا بمعنى 20 مرة أسرع من الرصاصة من مسافة حوالي 4 مليون كيلو متر من مسافة 4 تلايين كيلو متر او ما يعادل 10 اضعاف متوسط المسافة بين الارض والقمر ومع ذلك نظرا لحجم هذا الكوايكب وقربه نسبيا من الارض تم تصنيفه بأنه يحتمل أن يكون خطير بما يعني أنه يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بكوكبنا لو كان في مصار استضام أيضا تابعت هذا يعني وفقا لوكالة ناسا هذا الكوايكب هو أكبر كوايكب سيقترب من الارض هذا العرب لن يقترب مرة أخرى هذا الكوايكب حتى 23 من يونيو عام 2055 عندما سيمر من مسافة أبعد من هذا أبعد من هذا الاقتراف في حدود 70 ضعف المسافة بين الأرض والقمر فقط ليست عشر ضعاف متوسط المسافة بين الأرض والقمر والذي سيمر هذا الكوايكب اليوم الجمعة 27 من يونيو أيضا يصنف هذا الكوايكب ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض والتي تضم أكثر من 29 ألف جسم تتعقب وكانت ناسا كل عام المقصود بالأجسام القريبة من الأرض ما المقصود بهذه الأجسام أي جسم فلكي يمر في حدود 48 مليون كيلومتر من مدار الأرض وغالبية هذه الأجسام صغيرة للغاية ولكن هذا الكوايكب أكبر من حوالي 99% من الأجسام القريبة من الأرض والتي تراقبها وكالة ناسا هذا الكوايكب أيضا من فئات الكوايكبات التي تدور حول الشمس وتعبر مدار الأرض بشكل دوري وهناك 15 ألف من هذه الفئات 15 ألف من هذه الفئات أيضا تراقب وكالة ناسا الأجسام القريبة من الأرض مثل هذا الكوايكب وذلك قد أطلقت في نوبمبر عام 2021 مركبة فضائية هذه المركبة الفضائية كانت فيه مهمة باختبار ما إذا كانت هذه الكوايكبات التي يحتمل أن تكون خطيرة يمكن أن تنحرف يوما ما عن مصار ذي الكوايكبات وأن تكون فيه مصار تصادم مع الأرض تلك المركبة ستصطدم وجها لوجها مع كوايكب ديمورفوس ذلك الذي يبلغ عرضه 160 مترا فيه خريف عام 2022 ولن يؤدي هذا الاستضغام إلى تدمير الكوايكب لكنه قد يغير المصار المداري له ذلك بحسب بيانات وكالة ناسا هناك أكثر من 100 طن من الغبار والمسايمات بحجم الرمال تدخل الغلاف الجوي للأرض يوميا دون أي عواقب وفي حين يدخل كوايكب بحجم السيارة الغلاف الجوي للأرض مرة واحدة سنويا لكنه يحترق ويصنع خرى نارية قبل أن يصل إلى السطح لكنه لا يوجد أي تهديد أيضا زي ما ذكرت مع حضرتكم منذ قليل وكبير العلماء الكوايكب في معهد سيتي ذكر أن صورة هذا الكوايكب كما ذكرنا منذ قليل 75961 كم بساعة وهي 20 مرة أسرع من الرصاصة أيضا كانت الفلكية إليانور هيلين من مارسد بالومار من مارسد عفوا من مارسد بالومار كانت في جنوب كاليفورنيا اكتشفت هذا الكوايكب في عام 1989 لذلك يعرفوا العلماء جيدا وتم تحديد مداره بدقة من قبل المتخصصين وعلى ضوء ذلك يمكن أن يشكل خطورة على الأرض لأنه من ضمن الكوايكبات التي تدور حول الشمس أيضا وتتقاطع مدارتها مع الأرض يمكن للراغبيين بمشاهدة تحليق الكوايكب متابعة البثاء المباشر من تشيلي اليوم الجمعة 27 من مايو وأيضا ذلك في يكون في الساعة الثانية بتوقيت موسكو من الأرجنتين أيضا في الساعة الرابعة بتوقيت موسكو وذلك على موقع مشروع Virtual Telescope Project إلى هنا تكون انتهت هذه التغطية شكرا لحضرتكم على طيب المتابعة وبالتأكيد سنتابع مع حضرتكم كل التفاصيل وقبل ما أختم مع حضرتكم وكرر مرة أخرى مع حضرتكم هذا البيان العجل ونحن الآن في هذه التغطية العجلة تشهد الكرة الأرضية اليوم الجمعة 27 من مايو وتحليق كوايكب ضخمة كما ذكرنا منذ قليل هذا الكوايكب يسمى GA19897335 وهو ملفت للانتباه جدا هذا بسبب حجمه بسبب حجمه الذي يبلغ 1.8 كيلو متر لكنه ليس فيه مصار تصادم بالكوكبنا أيضا كشفت الجماعيات الفلكية بجد في تقرير لها أن الكوايكب سيمر بسرعة 75961 كيلو متر بساعة أي 20 مرة أسرع من الرصاصة السريعة من مسافة حوالي 4 ملايين كيلو متر أو ما يعادل عشرة أضعاء متوسطة المسافة بين الأرض والقمر ومع ذلك ونظرا لحجم هذا الكوايكب وقربه نسبيا من الأرض تم تصنيفه بأنه يحتمل أن يكون قطيرا مما يعني أنه يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بكوكبنا لو كان في مصار استضغام أيضا وتبعت وفقا لوكالة ناسا هو أكبر كوايكب أكبر كوايكب سيقترب من الأرض هذا العام ولن يقترب مرة أخرى حتى 23 من يونيو عام 2055 عندما سيمر من مسافة أبعد من هذه المسافة ستكون المسافة في عام 2055 في حدود 70 ضعف المسافة بين الأرض والقمر يصنف هذا الكوايكب ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض التي تضم أكثر من 29 ألف جسمة تتعقبها وكالة ناسا كل عام ما المقصود بالأجسام القريبة من الأرض؟ هو أي جسم فلكي يمر في حدود 48 مليون كيلومتر من مدار الأرض وغالبية هذه الأجسام صغيرة للغاية لكن هذا الكوايكب بالتحديد أكبر من حوالي 99 من الأجسام القريبة من الأرض التي تراقبها وكالة ناسا هذا الكوايكب أيضا من الكوايكبات التي تدور حول الشمس وتعبر مدار الأرض بالشكل دوري وذلك 15 ألف من هذه الفئة تراقب وكالة ناسا الأجسام القريبة من الأرض مثل هذا الكوايكب قد أطلقت في نوفمبر عام 2021 مركبة فضائية كانت مهمة هذه المركبة لاختبار ما إذا كانت الكوايكبات التي يحتمل أن تكون خطيرة يمكن أن تنحرف يوما ما عن مصار هذه الكوايكبات وتكون في مصار تصادم مع الأرض ذلك المركبة أيضا ستصطدم وجها الوجه مع كوايكب الديموفوس والذي يبلغ عرضه 160 مترا في خريفة عام 2022 ولن يؤدي الاستضامة إلى تدمير الكوايكب لكنه قد يغير المصار المداري له هذا وبحسب بيانات وكالة ناسا هناك أكثر من 100 ألف طن من الغبار والجسيمات بحجم الرمال تدخل الغلاف الجوي للأرض يوميا دون أي عواقبة في حين يدخل كوايكب بحجم السيارة الغلاف الجوي للأرض مرة واحدة سنويا لكنه يحترق ويصنع كرة نارية قبل أن يصل إلى السطح لكنه لا يوجد أي تهديد قال كبير علماء الكوايكب في معهد سيتي قال أن سرعة طيران الكوايكب تبلغ حوالي 48 ألف كيلو متر في الساعة وهذه السرعة أعلى من سرعة رصاصة في الهواء بالمقدار 20 مرة مرة أخرى تبلغ سرعة هذا الكوايكب 75 ألف وتسعمائة واحد وستين كيلو متر بساعة أي 20 مرة أسرع من الرصاصة السريعة وكانت الفلكية إليانورهيلين من مارسيد بولو مارك في جنو كاليفورنيا قالت أن اكتشفت هذا الكوايكب في عام 1989 الفلكية إليانورهيلين من مارسيد بولو مارك قالت أنه تم اكتشاف هذا الكوايكب عام 1989 لذلك يعرفها العلماء جيدا وتم تحديد مداره بدقة من قبل المتخصصين وعلى ضوء ذلك يمكن أن يشكل خطورة على الأرض لأنه من ضمن الكوايكبات التي تدور حول الشمس ويمكن أن تتخاطع مدارتها مع الأرض في نهاية هذه التغطية يمكن للرغبين بمشاهدة تحليق الكوايكب بمتابعة البثاء المباشر من تشيل وذلك في تمام الساعة الثانية بتوقيت موسكو ومن الأرجنتين في نفس اليوم بتوقيت الساعة الرابعة بتوقيت موسكو على موقع مشروع Virtual Telescope Project لو نتنتهي هذه التغطية شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى